لوح خشبي ومسامير أدوات قد تبدو للوهلة الأولى بسيطة لكن أمل صلاح استطاعت أن تقدم بها أعمال فنية وذلك بتحويل المسامير إلى لوحات أمل التي درست الهندسة ترسم مواضيع لوحاتها الفنية في بادي الأمر باستخدام الكمبيوتر ثم تطبعها على الورق لتبدأ وضعها على لوح خشبي الخطوة التالية هي تثبيت المسامير على هذه الأشكال المسمر ببصله من منظور آخر غير اللي هو استخدامه العادي وعشان كده أنا بحاول أستخدم مواد تانية يعني أنا برضو عملت وحدات إضاءة بأخطية شرائط الكست بأستخدم مثلا مادة الصمولة برسم بيها برضو يعني بأعيز أستخدم المواد بطريقة مختلفة غير الاستخدام العادي بتاعها القصة بدأت مع أمل كهواية حيث كانت ترسم لوحات لأفراد عائلتها لتدخل عليهم البهجة ثم تحولت بعد ذلك لإعداد لوحات تسجل مشاهدة من الأفلام السينمائية المفضلة لديها وعند هذه النقطة انتقلت من مرحلة الهواية إلى العمل كنت برسم لوحة يعني الجزء وابني بالنقط وبعدين قلت علق حاجة مختلفة في البيت عندي فقلت عملها حاجة تبقى مجسمة يعني عدت جرف كذا مادة لغاية لما استخريت على المصامير عشان على خشب وحستها الخشب منديها قيمة وممكن أطلع وأنزل بالارتفاعات وتقول أمل إنها أحيانا ما تواجه صعوبة في الحصول على نوع الخشب الملائم لإنتاج لوحاتها كما أن تثبيت المسامير يحتاج إلى تركيز كبير لوضعها بارتفاعات مختلفة لإعطاء الشعور بأن اللوحة ثلاثية الأبعاد صعوبات في الشراء لمواد الخامل مبدئيا في الوصول لفكرة أصلا أن أنا أرسم لوحة عبارة عن إيه يعني بعض أفكر كتير مثلا لو أنا اخترت فيلم طب أنهي مشهد في الفيلم اللي هعمله لو أنا مثلا عايز أعبر عن حاجة أعبر عنها إزاي نوعية الخشب اللي أنا بشتريه وبرضو طلقي اللي بيأخذ اللوحة يعني أنه هيبقى شايفة شوية مصامير بس ولا هيبقى مقدر المجهود المبذول أو كده مجموعة من المسامير العادية بقليل من الرسم وكثير من الإبداع والنتيجة لوحات فنية غير تقليدية خلقت حالة مباحة ما بين الفن والمسامير محمد عبد الله الحرة القاهرة